السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دورة المؤشرات المرتبطة بالغذاء والتغذية دورة مهمة جدا لأن هي مرتبطة بأسرار كتيرة جدا تخص الجوع والشبع والشهية يعني دورة مهمة لقطاع عريض جدا سواء في القطاع السحي أو التسقيفي أو حتى المرضى المزمنين دورة المؤشرات المرتبطة بالغذاء والتغذية هنتكلم فيها عن الجوع والشبع والشهية من المنظور القرآني والسنة النبوية والأبحاث اللي توصل لها أهل العلم الحديث أنواع الجوع دور الغذاء في كبح الجوع إدارة الشهية الغرسوية أو الشهية المضطربة تفاصيل حوالين المؤشر الجليسيني والمؤشر الإنسوليني ومؤشر الجوع إدارة الأكل العاطفي ودور التغذية في علاج مرضى السمنة والنحافة تطبيقات كتيرة على كتير من الأمراض اللي سببها خلل في الميتابوليزم ولو لو فهمنا الجوع والشبع والشهية والمؤشرات المرتبطة بالغذاء والتغذية نعرف نتعامل معاها المؤشر الجليسيني والحمل الجليسيني والمؤشر الإنسوليني إذا فهمناهم لهم دور كبير جدا في الوقاية من الأمراض لو إحنا فهمنا نطبقهم كويس وكمان في العلاج من الأمراض المزمنة المحاضرات ست أسابيع حاضرات أولاين في عندنا تطبيقات هنقوم بيها يعني إزاي هنطبق العلم اللي إحنا هندرسه نظريه في الواقع إزاي هستفيد من المؤشر الجليسيني للأطعامة المختلفة وأفهم الحمل الجليسيني ممكن ألاقي طعام مؤشر الجليسيني منخفض لكن الحمل الجليسيني عالي المؤشر الإنسوليني هو إيه وحيفدني في إيه مؤشر الشبع عندنا أغزية ليها علاقة بالشبع وأغزية تخلينا نجوع بسرعة عملية الطهي والحفظ ليها دور كبير جدا في الشبع أسرار كتيرة جدا هنعرفها خلال ست أسابيع صحيح هم 6 أسابيع مش كافين الحقيقة لكن إن شاء الله نقول كل الأسرار وكل الحاجات اللي ممكن تساعدنا في التطبيقات العلاجية بالنسبة لمؤشرات المرتبطة بالغذاء والتغذية الدورة هتبدأ يوم 15 بإذن الله هيفضل التقديم بغاية يوم 12 إن شاء الله بعد كده يوم 13 بنبلغكم بالقاعات اللي احنا هناخد فيها المحاضرات وموعيد المحاضرات وهنسلمكم المذكرات بإذن الله تعالى ترجمة نانسي قنقر